بسم الله النهاردة ان شاء الله نحل مع بعض تمرين نحو كانت واخوتها كانت تمة والناقصة طبعا من كتاب الامتحان نسخة 2022 للصف الاول الثانوي اول سؤال هنا حدد فيما يلي اسم الفعل الناقص اسم الفعل عايزين اسم الفعل الناقص طيب تمام قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان نصر المؤمنين حقا علينا ده ترتيب الجملة يبقى كان هي الناقصة وكلمة نصر هي اسم كان طيب فين خبرها كان نصر المؤمنين ماله حقا يبقى الخبر كلمة حقا يبقى الاسم هنا كلمة نصر يبقى لجابة هنا رقم جيم وكان نصر المؤمنين حقا علينا رقم اتنين قال الشاعر سلي ان جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهوله هنا بنقول ايه ليس ليس سواء عالم وجهول فهنا ترتيب الجملة ليس عالم وجهول سواء ليس عالم وجهول سواء يبقى عندي هنا ليس ده الناقص النسخ طيب فين اسمها كلمة عالم عالم وجهول وفين الخبر كلمة سواء يبقى هنا طبعا ده هو الاختيار الصحيح اللي هو عالم هو اسم ليسا يبقى نختار هنا عالم بعد كده أمسد قضية قبول الآخر تشغل الرأي العام أمسد قضية قبول الآخر تشغل الرأي العام هنا بنقول أمسد هنا تأنيس يعني تمام يعني هنا ليست هي اسم أمسة طيب فين هنا اسم أمسة أمسد قضية يبقى قضية طبعا هي اسم أمسة بعد كده سينة 2 ميز فيما يلي خبر الفعل الناقص هنا بقى عايزين الخبر قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم أدى كان وإحنا قلنا الضمير المتصل بكان فهو اسمه يبقى الضمير هنا هو اسم كان كنتم خير يبقى إذن هنا خير هي خبر كان يبقى خير هي خبر كان يبقى الإجابة رقم ألف قال الشاعر فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر هنا عايز برضو خبر الفعل الناقص طيب هنا بنقول كان ليلي قبل ذلك يقصر كان ليلي أدى كان هو ودى اسمها ليلي طيب كان ليلي إيه كان ليلي يقصر يبقى إذن هنا الخبر كلمة يقصر هي اللي تممت معنى الجملة كان ليلي قبل ذلك ماله بقى يقصر إذن الخبر هنا جملة فعلية لو جملة يقصر يبقى إجابة رقم ديل رقم ثلاثة باتت قضية الإرهاب من القضايا الملحة على الساحة العالمية باتت قضية الإرهاب أدى بات والتأتاء التأنيس فين الاسم قضية الإرهاب قضية هنا اسم بات طيب فين الخبر باتت قضية الإرهاب من القضايا الملحة من القضايا يبقى الخبر هنا حرف جر واسم جرور يعني الخبر هنا شبه جملة لانه هو اللي تم من معنى الجملة يبقى الخبر هنا من القضايا بعد كده رقم 3 اختر الصياغة الصحيحة للجمل التالية اختر الصياغة الصحيحة للجمل التالية بعد حذف الفعل الناسخ هنا بنقول اضحى المصريون مهتمين ببناء الوطن عايز احذف الناسخ ده طيب تمام لما احذف الناسخ المفروض ان انا هيتبقى لي جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر فهنقول المصريون ما لهم بقى مهتمونة لان المصريون مبتدأ ومهتمون هتكون خبر والخبر هيكون مرفوع فهقول مهتمونة ببناء الوطن يبقى طبعا ده هو الاختيار رقم دال با المصريون مهتمونة ببناء الوطن مبتدأ مرفوع بالواو وخبر مرفوع بالواو اللي هو كلمة مهتمون رقم اثنين كان ابوك ذا جاهن عظيم هنا عايزين نحزف كان حذفنا كان هنا نقول ابوك 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 ذو ابوك ذو تمام هتكون مبتدأ مرفوع بالواو طيب تمام وهنا ذو هتكون هي الخبر فهتكون مرفوعة بالواو ايضا فهقول ذو ذو جاهن طبعا جاهن هنا مضاف إليه لأنها وقعت بعد ذو فهنقول أبوك ذو جاهن اللي هي الإجابة رقم ديل بعد كده ما زلنا مهتمين بطلابنا هنحزف ما زلنا تمام هنحزف ما زالة دي خالص وهيتبقى لنا الضمير فالضمير ده هو ضمير المتكلمين فهنقول نحن نحن تمام ضمير متكلم هنقول نحن مهتمون نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ تمام مهتمون هتكون خبر المبتدأ فهنقول نحن مهتمون بطلابنا الإجابة دي هتكون رقم ديل نحن مهتمون بطلابنا بعد كده سينا ربعة ميز بين الأفعال التي فوق الخط فيما يلي من حيث التمام والنقصات يعني عايزين نقول الفعل ده ناقص ولا الفعل ده التام قال تعالى فسوحان الله حين تمسون وحين تصبحون طيب تمسون هذا تمسي هي تمام تمسي عندك هنا اسمه عندي هنا اللي هي الفاعل فقط طيب في خبر هنا موجود أنا معنديش خبر هنا موجود وإحنا حلنا مع بعض أكثر من تمرين على الموضوع ده اتفاءنا ان مدام ما فيش خبر يبقى خلاص انا اتأكدت ان الفعل ده تام لانه لو في خبر هيبقى الفعل ده ناقص يعني مثلا لو قلت حين تمسون مثلا جيدين فبالتالي جيدين دي هتكون هي الخبر يبقى تمسي هنا هتكون فعل ناقص يبقى طبعا ده فعل تام وليس فعل ناقص لأنه اكتفى برفع الفاعل فقط وكذلك تصبحون ما عنديش هنا خبر ما فيش خبر موجود يبقى إذا تصبح هنا تام وليس ناقص يبقى ده تام وده كمان تام يبقى نختار الفعلان تامان بعد كده رقم اتنين بنقول هنا سنظل أو فياء لوطننا الحبيب مهما كان الثمن كان أدى الفعل الناقص الناسخ ده لو هو ناقص ناسخ طيب تمام فين الخبر ما عنديش خبر هنا موجود ما فيش هنا خبر يبقى كان هنا ليست ناقصة بل هي تامة لأنها اكتفت برفع الفاعل وفقط فهي تامة لأنها اكتفت برفع الفاعل يبقى كان فعل ماض مبني على الفتحة عادي جدا والثمن فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم يبقى كان هنا تامة طيب نظل نظل أو فياء نظل ونحن أو فياء يعني ايه يعني أو فياء هنا هي الخبر يعني الخبر موجود ومدام الخبر موجود يبقى ظل هنا ناقصة وليس تام يبقى ظل ناقصة وكان تام يبقى الأول ناقص والثاني تام يبقى رقم باء الفعل الأول ناقص والثاني تام بعد كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت الفعل الأول تام والثاني ناقص ولا تمان ولا أنهي واحد تام وأنهي واحد ناقص اتقي أي فعل فهو تام يبقى إذن اتقي ده تام أي فعل غير الأفعال نقصة تام يبقى التقي ده تام تمام كنت كنت أدى كان ودى التى يعني ضمير متصل بيه طيب عندك خبر موجود في الجملة ما عنديش هنا خبر ما فيش خبر يبقى خلاص ده تام وليس نقص يبقى ده تام وده كمان تام يبقى الفعلان هنا تامان الفعلان تامان بعد كده حدد الإعراب الصحيح لما فوق الخط فيما يلي عايزين نعلم الكلمات دي طيب تمام تكون الحياة جميلة حيث يكون الحب والسلام تكون أدى الفعلة هو تعال نتأكد فيه خبر ولا ما فيش خبر عندي جميلة هي الخبر هنا موجود تكون الحياة جميلة يبقى جميلة هنا خبر تكون طيب تمام يبقى تكون دي نقصة طيب تمام يبقى الحياة هنا اسم تكون مرفوع علامة رفع الضم ليه لأنه عند خبر إذن دي نقصة إذن لها اسم وليها خبر طيب هنا بنقول يكون الحب عندك هنا خبر موجود ما عنديش خبر موجود في الجملة يبقى تمام دي تامة وليست ناقصة يبقى الحب هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعي الضمة طبعا ده قولنا ناقصة ودي قولنا تامة يبقى ده اسم تكون وده فاعل يبقى نختار هنا اسم تكون مرفوع بالضمة وفاعل مرفوع بالضمة اللي هي الإجابة رقم جيم بعد كده رقم اتنين إذا ظل الإنسان صابرا شاكرا كان الفرج إذا ظل الإنسان صابرا شاكرا كان الفرج ظل الإنسان صابرا الخبر هنا موجود إذا ظل دي ناقصة وليست تامة ظل الإنسان صابرا يبقى صابرا خبر ظل إذا هي هنا يعني ناقصة يبقى الإنسان هنا اسم ظل مرفوع وعلامة رفعي الضمة ليه لأن ظل هنا ناقصة وليست تامة طيب تمام إذا ظل الإنسان صابرا شاكرا كان الفرج هذا كان عندك هنا خبر موجود مفيش هنا خبر موجود يبقى كان هنا ليست ناقص بل تامة لعدم موجود الخبر يبقى الفرج هنا اسم كان يبقى الفرج هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضم يبقى ده اسم ظل وده فاعل مرفوع طيب فين ده بقى اسم ظل مرفوع بالضم فاعل مرفوع بالضم يبقى الإجابة هنا هي الرقم ألف طيب بعد كده قال الشاعر أبيته نجيا للهموم كأنما خلال فراش جمرة تتوهج أبيتو نجيا نجيا طيب تمام أبيتو أبيت ده فعل مضارع طيب تمام التاء هنا الضمير المتصل بها هو اسمه يطرى في خبر موجود أي وطبعا نجيا يبقى إذن هنا دي ناقصة وليست تام يبقى نجيا مدام في خبر يبقى ده ناقص وليست تام يبقى نجيا هنا خبر بات أو خبر أبيت منصوب علامة نصبه الفتحة يبقى نختار خبر أبيتو منصوب علامة نصبه الفتحة منصوب بالفتحة يبقى رقم جيم هي الإجابة الصحيحة طيب بعد كده رقم ستة رقم ستة هنا بنقول حدد الإجابة الصحيحة فيما يلي ما تدوم نعمة لا يرعاها صاحبها ما تدوم نعمة لا يرعاها صاحبها لن نغادر المنزل ما دام المطر منهمرة نوع ما في الجملتين على الترتيب الأولى ما تدوم نعمة تمام أدي ما ودي تتوم نعمة لا يرعاها صاحبها طيب تمام الماء هنا يا ترى نافية الماء الأولى نافية ولا مصدرية ولا شرطية مثلا ما تدوم نعمة يعني هنا أنا بنفي ما فيش نعمة هنا بتدوم ما تدوم بنفي دوام النعمة التي لا يرعاها صاحبها يبقى الماء الأولى دي ما نافية طيب تمام طيب في الجملة التانية بيقول لن نغادر المنزل ما دام المطر منهمرة ما دام ما دام المطر أنا عندي هنا منهمرة هتكون خبر ما دام إذن ما دام هنا مسبوقة بماء المصدرية إنما هنا يا جماعة دي ما نافية أنا بنفي الجملة بقول ما تدوم نعمة ولا يرعاه فليست هنا يعني دائما أن نقص الناسخ طيب تمام يبقى أنا عندي هنا ما دامة تصبق بما المصدرية يبقى الأولى دي نافية والتانية دي مصدرية يبقى نختار نافية ومصدرية اللي اللي جابه رقم ألف نافية ومصدرية طيب بعد كده قال الشاعر وقد كان ذكري للفراق يروعني فكيف أكون اليوم وهو يقينه جملة يروعني في محل نصب حال ولا مفعول به ولا نعت ولا خبر كان تعال نشوف الجملة كده وقد كان ذكري للفراق يروعني طيب تمام كان ذكري للفراق كان دي ناقص الناسخ طيب فين اسمها ذكري طيب ماله بقى كان ذكري ماله يروعني إذن يروعني هنا هي اللي تممت معنى الجملة إذن الجملة الفعلية دي في محل نصب خبر كان يبقى الجملة الفعلية دي خبر كان يبقى اللي جابه رقم دي الخبر كان لأنها وقعت هنا خبر كان وكده بفضل الله نكون انتهينا من حل تمارين كان واخواتها من كتاب الامتحان نراكم دائما على خير في حفظ الله ورعيته في شرح اخر او حل تمارين اخر ان شاء الله